الكورة مش بس فكرة انه انا هاخد بطولة فكرة انه انا اقدر اكمل بعد كده لانه النجاح مش بيتبيني ببطولة بالصدفة ولا ان انا تحصل عندي طفرة في وقت ولما ابتدي ارجع شوية في المراكز او يحصل دروب او يحصل دروب فاني ان انا يحصل عندي مشكلة لأ انت لما يكون عندك سياسة مستقرة سياسة مالية واضحة زي النادي الاهلي ما بيعمل زي ما النادي الاهلي عنده دايما افكار بيحاول يستفيد من كل موارده ويوجد موارد جديدة علشان يقدر يكمل من الموارد دي كسر العالم اللانديه انت تشارك انت تاخد بطولة افراقيا فتاخد الجائزة المالية بتاعتها انك تتواجد وسط اكبر عنديه العالم ده بيعلي من البراند بتاعك وبيعلي من حتى طلباتك بعد كده لما تيجي تعمل عقد العاية جديد كل الحاجات دي نادي الاهلي بيحسبها نادي الاهلي بيحسب لحد شعاره بيظهر كم مرة اثناء المباراة لمدة كم ثانية على الشاشة علشان الراعي بتاعه او المعلن كمان عنده يعرف انه قيمة المنتج هنا كبيرة مش قليلة الحاجات دي كلها بتدعمها نجاحات فريق الكرة وبقية الالعاب فاعتقد ان المشاركة في كسر العالم اللانديه لأ فيها مكاسب كتير هتزود من القيمة التسويقية لنادي الاهلي وليلعبت النادي الاهلي يعني حتى على مستوى اللاعبين والسكواد اميتهم اتعلم بمشاركيتهم في كسر العالم مشاركة السادسة النادي يمكن الاهلي بعد اوكلند سيتي اوكلند يعني اسقى اكتر نادي بيدخل البطولة الحقيقة يمكن ظروف فيروس كورونا حرمتهم انهما يتواجدوا في البطولة دي لكن الاهلي بيحقق رقم في ظل معطيات مختلفة عن اوكلند ان اوكلند شبه مافيش منافسة لكن لما تيجي على نادي الاهلي اللي بينافس بقى الترجي ومزنبي والوداد والرجاء والليمبا والسانداونز واندية كبيرة جدا والزمالك اندية كبيرة في افراكويا بتلعب دوري ابطال افراكويا كل سنة عندها اطموح انها تاخد البطولة وان الاهلي بينافس في وصدول ويوصل ست مرات يكفي ان بطولة كسر العالم للاندية لا تعرف عن مصر سواء النادي الاهلي بطولة كسر العالم للاندية ما شافتش في تاريخها غير مصر غير النادي الاهلي